بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهارضا معانا فيديو جديد على قناة علاجك سهل بإذن الله إن شاء الله القناة دي بتقدم علاج أمراض المس والسحر والعين والحسد إن شاء الله العلاج هيكون بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة المطهرة والأدعية الواردة في القرآن والسنة والأدعية المجربة على مدى تلاتين سنة في مجال العلاج وإن شاء الله يكون علاج السحر والمس والعين والحسد بطرقة صحيحة سليمة بعيدة عن عمليات الدجل والشعوزة والسحر والكهنة اللي مالية الدنيا اليوم من دول إحنا إن شاء الله بنجيب لك برنامج وبتتابعه إن شاء الله وبيكون الشفاء بإذن الله موضوع الفيديو بتاع النهاردة منع القرين من الاتصال بالسحر ونقل أخباره ليه؟ أخبارك له ومنع القرين من الحسد أو أي أذى لك منع القرين من الأذى بأي طريقة سيانة عن طريق السحر أو سيانة عن طريق نفسه إن شاء الله بنجيب لك الأدعية والآيات اللي تحصنك من الموضوع دول أول حاجة مع البداية بنتوضى بنصلي راكتين بنية طلب الشفاء من الله من جميع أمراض المس والسحر والعين والحسد وجميع الأمراض اللي بتضر الجسم سواء عدوية أو نفسية أو من الأعراض بتاع المس والسحر دي وبيكون القلب معلق ومتأكد يقينا بأن الشفاء بأمر الله وحده نوينا إن شاء الله على العلاج هنجيب كمية المياة اللي هتلاقي البرنامج معها في آخر الفيديو كمية المياة دي هتكون في يا للشرب يا للإستحمام يا للرش في أركان أنت حضرتك قبل ما تحضر المياة تتطلع على البرنامج اللي في نهاية الفيديو إن شاء الله في البداية بنقول الله أكبر سبع مرات وبنقول اللهم لك الحمد والشكر في الأولى والآخرة اللهم صلي وسلم وارك على سيدنا محمد سبع مرات بإذن الله وهنقول الدعاء دوت اللهم يا حي يا قيوم يا عظيم يا أحد يا صمد يا مبدئ يا معيد يا مجري السحاب ويا قاهر الأحزاب هنقوله برضو سبع مرات وإحنا مقربين كمية المياة من الفم بحيث أن نفس القرآن وبركة القرآن تنزل على المياة على طول بإذن الله وبعد كده هنقول الدعاء ده تحصنته بزي العزة والجبروت واعتصمته برب الملكوت وتوكلته على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير برضو هنقول الدعاء ده سبع مرات وبنفس الطريقة بالفم قريب من المياة سيان بقى المياة في إزازة في دورة في غلاي كبير أنت اللي بتحدد كمية المياة من الاطلاع على البرنامج في نهاية الفيديو إن شاء الله ونبدأ بقى نقولي الآيات هنقرأ صورة الفاتحة سبع مرات وآية الكرثي سبع مرات والآية 23 من صورة الفرقان هنقرأها سبع مرات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها بقى منصورة هنقررها سبع مرات برضو بنفس الترتيب اللي احنا جايبينه ده إن شاء الله وهنقول الآية رقم 9 في صورة ياسين واجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأخشيناهم فهم لا يبصرون دي الآية إن شاء الله هنقررها سبع مرات عايز تقررها سبع مرات ماشي عايز 21 مرة ماشي عايز 70 مرة ماشي عايز 100 مرة ماشي كل ما بتزيد كل ما انت بتعمل بتعل السد اللي بينك وبين القرين ببركة القرآن هتقرر الآية دي زي ما انت عايز على المية وإن شاء الله بعد كده هنقول صورة الإخلاص سبع مرات وصورة الفلك سبع مرات وصورة الناس سبع مرات يبقى كده خلص برنامجنا بتاع الأدعية وبتاع الآيات القرآن وهي متقربة من المية وبعدها كده هنختم الدعاء برضو بقولنا الله أكبر سبع مرات اللهم لك الحمد والشكر في الأولى والآخرة برضو سبع مرات برضو وانت محضر يقينك أن الله أكبر من الساحر ومن الكاهن ومن الدجال ومن المشاعز ومن الضار ومن الحاسد ومن العائن الله أكبر من ده كل والله المدبر للكون والله الشافي هنقول بقى البرنامج بتاعنا أول حاجة هنجمع الكفين ونقرأ فيهم الأدعية وآيات القرآن سبع مرات ونمسح الجسد من منبت الرأس إلى إصبع القدم إن شاء الله لمدة أسبوع صباحا ومساء هنقرأ الآيات والأدعية دي سبع مرات إن شاء الله على الكفين طيب تاني حاجة هنجيب كمية المية اللي تكف شور بسبعة أيام كباية مية على الريق ونقرأ عليها برضو الأدعية وآيات القرآن سبع مرات هنشرب كباية كل يوم أول ما نصحى نصلي الفجر أول حاجة تدخل المعدة تكون مية اللي ما أقرأ عليها القرآن والأدعية المباركة دي آخر حاجة في برنامج العلاج هنقرأ الأدعية والآيات دي سبع مرات على ما يكفي للاستحمام مرة في اليوم لمدة أسبوع بس طبعا هيكون الاستحمام خارج الحمام والمية مش تترمى في الحمام المية هيتروي بها زرع يا إما هيتمسح بها السلم أو تترمى قدام الشقة أو تترمى بعيد عن الحمام نهائي لأنها تبقى مية مشتملة على القرآن والأدعية إن شاء الله بإذن الله وبكده انتهى الفيديو على قناة علاجك سهل بإذن الله الناس المحترمين اللي لسه موجودين على الفيديو سواء تفرجوا عليه أو سمعوه شرفتونا والله وشرفونا بالاشتراك بالقناة وإذا عجبك الفيديو أو محتوى الفيديو سجل إعجابك وشارك الفيديو مع الآخرين اللي يستفيد الجميع فاتدال على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته